بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أيامكم سعيدة بعيد ولادة مولاتنا فاطمة سلام الله عليها بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر داوم على هذين الذكرين المباركين وكما يقول علماؤنا الأعلام ما دللنا عليهما أحد إلا وبشره الله سبحانه وتعالى بفضله بقضاء حاجته والذكران هما بعد صلاة الفجر تصلي على محمد وآل محمد ألف مرة وبعد صلاة المغرب تستغفر الله سبحانه وتعالى ألف مرة وثابر على ذلك على الأقل لمدة شهرين وربما خلال أسبوع تنقض الحاجة وربما خلال يومين وربما خلال أسبوعين هذا الأمر يرجع إلى قلبك وإلى نيتك الصادقة والصافية مع الله سبحانه وتعالى ومدى ومدى اضطرارك لهذه الحاجة أم من يجيب المضطرة إذا دعاه فعفوا فكلما كانت حاجتك أنت مضطر إليها وتحتاجها سريعا سوف يعجل الله سبحانه وتعالى بقضاء حاجتك وتعرفون جيدا بأن الاستغفار استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فقال الإمام الصادق عليه السلام أقل الاستغفار في هذه الآية ألف مرة أما الصلاة على محمد وآل محمد كما يقول آية الله الشيخ باجة فهو لا يوجد هناك الذكر أسرع في قضاء الحوائج من الصلاة على محمد وآل محمد فانثق بالله وتوكل على الله فمن وثق بالله راه السرور ومن توكل على الله كفاه الأمور برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام لا تنسون من فاضل دعواتكم دائما وأبدا ترجمة نانسي قنقر